بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد خيري معنم الناس الخيرة اما بعد حياكم الله جميعا احبط الطلبة اليوم نستكمل حل اسئلة در بنفسك وهذا القسم الثالث من اسئلة در بنفسك مضبقة لدينا 13 14 15 يعني لحد سؤال 18 ان شاء الله الان نبدأ هذا السؤال حسا في فكرة سابقا يعني لم اتطرق اليها بشكل عالني اخذناها ايام المواسعات صراحة وحسيت انه لازم يعني لازم يعني لازم احكي عنها هي موجودة بجيل الفين واربعة الكتاب ما هي هي فكرة رياضية الان لو انا جبتلك توصيل توازي بهذا الشكل توالي بهذا الشكل وبتعرف انت الحركة يعني وصلتهم مع بطارية الان خلين نزيد حجم هالقرام تمام الان الان انا ياكم عارفين انه اذا كانت هذه المقاومات متماثلة الار توتال حق قلتم شو رح تكون جمحهم ار زائد ار زائد ار طب اذا اضفت كمان مقاومة متماثلة زيهم تش بتقول شو زائد ار عادي يعني انت قاعد تجمحهم يعني زي كأنك انت بتضرب عددهم في ار في مقدار احداهم لانهم متماثلين كيف يعني ار زائد ار زائد ار زائد ار زائد ار اربعة ار بتبتقدر تحكي خلص عددهم ضرب مقدار احداهم او مقدار احداها يعني مش هما متماثلين نعم عددهم اين ضرب مقدار احدهم ار مش هما عددهم اربعة هي اربعة ضرب ار شفتوا كيف القانون هذا الجديد اذا كانت اذا كان في عنا مقاومات تم توصيلهم على ايش ركز مزبوط على التوالي بقدر استخدم هذا القانون شو بحكي مش هم متماثلات نعم عددهم مضروب بمقدار احدهم لانهم كلهم نفس المقدار وصلت خمس مقاومات على التوالي كانوا متماثلات ار 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 نفس المقاومة خلص خمسة ضرب ار وصلت عشر مقاومات عشر ضرب ار هاي الفكرة هس هاي خاصة بهمين هاي خاصة فى التوالي ممتاز هاي خاصة بمين بالتوالي. طيب لو كان التوازي شو بدى اصوى يا استرموعات هس انت عارفين التوازي لي نعتبر انا عندي هاي دارة بهذا الشكل ولقيت فى بطارية ممتاز و قلت لك هاي ار هاي ار هاي ار متماثلات كنا من لاحظ انه 1 على r المكافئة عبارة عن 1 على r زائد 1 على r زائد 1 على r اذا اضفت كمان 1 رابعة شو بتقولي يا أستادي زائد 1 على r لاحظ انه r مقام واحد هاي وجهز 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 شو بيطلع 4 يعني طلع عددهم على مقدار احدهم يعني في حالة هاي في حالة التوالي هاي خاصة بمين في التوالي يعني عليكم. هاي لما تكون مجموعة مقاومات موصولة على التوالي متماثلة. اذا كانت متماثلة بقدر حسبهم هيك. طب اذا كانت استادي اه على التوازي بقدر احكي المكافئة عبارة عن ايش يا حلوين? يلا الموضوع جدا بسيط. وبيرفك مش طلع هون واحد على المكافئة عبارة عن اربعة على ار طب اطلبها اطلبها بصير عبارة عن مقدار احدهم على عددهم. طب اعطيك دليل عكلامي انه مية بالمية صح. بننجرب. هسا هذا في حالة شو? هذا في حالة التوازي. هسا استاذ تمام. كل الاحترام التقدير لكلامك بس انا مش مختنع غير بفكرة التجريب. اقول لك تمام. امسح لي كل حاجة كل حاجة. طبعا هذا سؤال الوزاري اللي كان موجود في اسئلة تدرب نفسك. يعني هذا ورد وزريا سابقا. واصلا بعتبره اساس رياضي. الاصل الطالب يعني يقدر الحلو. من خلال التجريب كيف يعني? يعني بقدر انا اقول لك تعال. عندك ست مقاومات موصلات على التوازي. كميش? ست مقاومات. متماثلات. مقدار كل في واحدة فيهم اثنين اوم. يعني عندك الاتي. ست مقاومات. هي واحدة. هي ثنتين. هي ثلاثة. هي اربعة. هي خمسة. هي هلية اثنين ستة صح? هذاء كلهم شوه. على توازي مقدار كل واحدة فيهم اثنين اوم 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 اثنين اوم. هسا مع اي قصة nuevo تروح تحكي لي واحدة ارت وتل تساوي واحد على ارض. واحدة اثنين زاد واحدة اثنين زاد واحدة اثنين még�� ن citizen طب خلاص و fulfil في يحبимоك. مش متماثلات والموصلات على توازي اذا. ار المكافئة في حالة التوازي والموصلات المقاومات المتماثلة هيها مقدار احدهم طب كلهم اثنين يعني هي اثنين على عددهم ستة ستة صح شو صارت يا حلوين واحد على ثلاثة المكافئة راح تطلع المكافئة ايش واحدة ثلاثة الدليل على كلامي اتفضل شوف شو الدليل على كلامي يلا خلينا نحسبها مش طلعت واحدة ثلاثة طيب يلا خلينا نحسبها راح تقول اتفضل شوف 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 شوفو شوف 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 ش صارت واحد على ار تسائل مكافئة تساوي 6 اثنين اقلبها اثنين على ستة شب تطلع واحدة ثلاث زجاجة بشين ما طلعناها صح نعم طب انا عرفت هاي الشغلة هزا من الاخر انا شو بدي بهذا الحكي تمام اعتبرنا عرفته تمام مية بالمية هون المشكلة وصلت مجموعة من القومات هزا احنا عرفنا انه ار في حالة التوالي سهلة ان ار ممتاز و ار هزا الحكمته في حالة التوالي و ار في حالة التوازي عرفنا انها عبارة عن ار على ان ممتاز الان وصلت مجموعة من المقاومات المتماثلة متماثلة خلص انا عرفته ان شغال صراحة ما عندي مشكلة معا على التوالي فكانت المقاومة المكافئة لهم مية ضعف المقاومة المكافئة لها اذا وصلت على التوازي يعني شفت المقاومة المكافئة لما كنت شبكهم على التوالي شو كانت كانت مية ضعف المقاومة لما كنت شبكهم على ايش المكافئة لما كنت شبكهم على ايش على التوازي بقوله تمام كل الاحترام والتقدير كمل فبيسلك هون بقولك سؤال كم عدد هذه المقاومات يعني فيش غير قانون واحد في العدد فيش غير قانون واحد انت عارفو اللي هو هذول قاملين بس في غيرهم لا والله يا استاذ معاثم ار المكافئة على التوالي مش هما متماثلات هيو قال لك متماثلات صح؟ يعني انا اول شي شبكتهم على التوالي تمام؟ لما شبكت هاي الموصلات بعرفش قديش عددهم لسه ما بعرف قديش عددهم شبكتهم على التوالي طلعت موصلات مقاومتهم هاي كانت مئة ضعف مقاومتهم لما شبكت نفس الموصل المقاومت هاي على التوازي شفتوا كان في الفكرة اعتبر عندها خمسين مقاومه شبكتهم على التوالي طلع معك رقم إذا شبكتهم على التوازي طلع معك رقم فقلنا ان الرقم لما كان على التوالي مئة ضعف الا التوازي كمثال بسيط الآن ار المكافئة على التوالي قدي ياش هيها عددهم ضرب مقدار احدهم ممتاز تسعوي 100 ضعف هاي 100 ضرب R المكافأة لما كان على التوازيم شموا متماثلين؟ نعم عبارة عن إيش؟ عبارة عن مقدار أحدهم على عددهم شكرا خلص فرطة المسبحة كيف فرطة تتفضل R راحت مع R فصارت عندك N تساوي 100 على N الضرب تبادلي بتطلعك الآتي N تربيع تساوي 100 لأ أيضا عددهم تساوي 100 يعني الآتي إذا اجبت 10 مقاومات و شباكتش على التوازيم هدوLa10 مقاومات هدو LIVE بالتربيع interrupted لما تحدي真قل قيمته مع التوازيم هذه سباكتش على التوازيم لو لما شبكتهم على التوالي كمثال بسيط كمثال بسيط لما شبكتهم على التوالي طلعت اقول لك لو شبكتهم على التوازي لو انت رحت شبكتهم على التوازي هذول العشر مقاومات اطلعوا خمسين اوم لما شبكتهم على التوازي المكافئة لما تشبكهم هذول العشر مقاومات نفسهم المتماثلين على التوالي كيف سيطلعه ؟ 50 ضرب 100 عبارة عن 5000 عم بس هاي هاي الفكرة انو 5000 صارت 100 ضعف للخمسين هذا سؤال وزاري وهذا فكرة او حكيت لكم تعتمد على فكرة الموصلات المتماثلة كيف سعدتهم كونك مش هارف الاداد خلص يا تكرافي انت عارف القانون المناسب صار القانونين عندكم في قانون للتوالي وقانون للتوازي الان شوف هذا السؤال سؤال 14 في الشكل المجاور هذا سؤال مصابيح زي ما تقولون عند غلق المفتاحة فان قراءة الاميتر وين هي الاميتر هذا والقدرة المستهلكة في الدارة هاي قدرة الدارة المستهلكة في الدارة طيب شوي مش هاي دارة طيب شو القدرة انا عندي ثلاث قوانين للقدرة ممتاز هنلا بده شوف القدرة المستهلكة في الدارة معناته التيارة الدارة الكلي وجهد الدارة الكلي او ومقاومة الدارة الكلي هي مقاومة المكافئة بس خليني نبنش عند غلق المفتاح يعني قبل الحدث شو صار قبل غلق المفتاح بدا شوف شو صار صح ولا لا نعم يا استر معاك يلا يا جماعة بال شو معي قبل غلق المفتاح كان هذا السلك باي باي مش موجود كانت عندي مقاومة جدا بسيطة بطارية مش بوك مع مقاومة بس يعطيك العافية طيب افترض الارقام افترض هذا 12 فولت وافترض مقدار الار هون 2 اوم سريعا ساعدني احسب لي قديش قرأت التيار رح تحكي لي استد معاد الجهد الكلي مش انت عارف الر المكافئة او الكلية عبارة عن الجهد الكلي على التيار الكلي صح نعم سريعا نكبرنا على حركات هاي الر المكافئة فش غير هاي 2 بس تساوي الجهد الكلي فش غير 12 فولت على اي توتل شو بيطلع اي توتل يا حلوين بيطلع اي توتل الخاص في هاي الدارة لما كان المفتاح مفتوح 6 امبير فورا انا عرفت قدش قراءة الامم اعرف كم 6 امبير 6 امبير 6 امبير ستتمر منها ستتعرف قدش قراءة القدرة المستهلكة طيب في الدارة القدرة المستهلكة في الدارة كون محضرتك تعرف تيار الدارة الكل كديش شو بتعرف جهد الدارة كلي كديش او يا سيدي حب يعني انت اختار القانون المناسب لك كل القوانين لنفس الحل انا جاي بالي اختار بعرف ان القدرة عبارة عن اي في صح طيب القدرة تساوي اي قديش 6 ضرب في اتناعش شو بتطلع يا حلوين 72 واط يعني كم القدرة هون طلعت عنها 72 واط طيب هس عبرنا نشوف هالساعة بعد غلق المفتاح شو بيصير بقراءة الاميتر وشو بيصير بقراءة التيار ممتاز ممتاز يا استاذ معظم طيب ليش الرقمها يفرضتها بس عشان اكون عارف راسي من رجلي شكله يعمل محايز اعلانة ومش راضي تقبر والعلم عند الله هالساعة تم غلق المفتاح يعني يعطيك العافية هاذا الحكي هيك تم غلق المفتاح شو صار يا حلو تم غلق المفتاح هس على الار احنا اتفقنا عليها 2 اوم وهي نفسها ما هي ار وهي ار نفس الار وهي 2 اوم وجود البطارية لا يتغير جود البطارية كونه ما في مقاومة داخلية اتناعشر ايكو ساهم اتناعشر مت تتغير ثابت نيجي بنحكي له هون هي طويل العمر بعد غلق المفتاح عاستع شو بدي اطلع بدي اطلع شغلتين لازم الطالب يكون عارف هذور الشغلتين اللي هما قراءة الاميتر والقدرة بس عشان تعرفهم بديك شوف شو شكل الدارة اطلع قار المكافئة اطلع بطيارة كلية وخلص محل السؤال فهاي قراءة الاميتر انا ما بعرف بديش وهي الباور قدرة الدارة نيجي بنحكي في الدارة بطلع صار في عندي دارة توازي الان في هاي الدارة توازي لاحظ انه التيار ماشي هيك هذا الايتوت راح شو صار فيه اعتبر هون واحد هون تيار اثنين و تيار واحد مش قصدي واحد اثنين لا هم شون مع التوازي نعم طب حسب لقدش ار المكافئة اعتبتهم اكيد راح تقولي عبارة عن واحد اثنين زائد واحد اثنين فبسر اثنين اثنين فبتطلع واحد فبتطلع ار المكافئة لهم عبارة عن واحد اوم الهي المكافئة الجهد الكل 12 لا يتغير لانه عبارة عن الايكوسال البطارية باعتي برفيش مقاومة داخلية دائما ارتوتل قديش واحد فطلع التيار الكل 12 امبير طب جاوبوني سريعا انا 12 انا 12 ماشي هيني 12 ايه دقيقة هاي واحد سم انا 12 ماشي تمام هسا انت 12 امبير ماشي صح وصلت تفرع وصلت شو يا حلو وصلت تفرع هايك 12 امبير ماشي وصلت تفرع هالسا مش اثنين نفس الار فانا بنقسم بالمناصفة بعطي هون 6 امبير وبعطي هون 6 امبير زي ما اتفقنا ليش لهم الار تبعتهم متسويات يا استادي فطلع هاي الستة مشت 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 لهون كم تراءت الاميتر 6 امبير لاحظ انها بقي الثالثة صح نعم يا استادي معان طيب الان احسب لي قداش القدرة طب انت عارف يا عزيزي القدرة تساوي اي ذي صح افصل هين راح تقول لي معلم التيار الكلي في الدارة 12 والجهد الكلي قداش في الدارة الجهد الكلي يلا سريعا 12 فصار الباور 144 وات مش مختنع بهاي الاجابه شوف اشي ثاني عادي شوف في تربيع الار في تربيع 12 تربيع 12 ضرب 12 قداش الار يا استادي واحد فبصير 14 يعني هون قداش قراءة الباور 144 وات طب وضح لكم الموضوع شو صار بقراءة الاميتر بقيت كما هي ثابتة شو صار بقراءة الاميتر ازدادت صح؟ يعني قالك فان قراءة الاميتر والقدرة المستهلكة على الترتيب يعني على الترتيب باللغة العربية هذا الاول هذا الثاني نفس الشي هاي الاول هاي الثاني هاي الاول هاي الثاني التيار يبقى ثابتا يعني الاول هون صح والاول هون صح مستحيل مستحيل نشوف جي متقل هل الباور الثانية الثانية القدرة المستهلكة خلاص التيار يبقى ثابتا هاي الاولى يبقى ثابتا ويبقى ثابتا نشوف القدرة شو صار فيها ازدادت يعني مختار هاي التيار بقية ثابتة والقدرة ازدادة يعطيك العافية هاي مسائل المفاتيح كلها أزعم سؤال مفاتيح يحل باستخدام افتراض أرطان لا في شطارة ولا بطيخ ولا هذا الحكي هذا مزي نفس الفكرة ترى نفس الفكرة لا راح تلجت نشوف الصالة بعد مقاومتان 4 اوم و 2 اوم موصلتان على التوازي طب ممتاز يعني هم شو ما وصلينهم على التوازي يا سيدي أرسم تنحل كل مشاكلك هيا رسلناهم على التوازي هو لا تزعل قال لك 4 اوم وقال لك 2 اوم شو بدو اذا كانت القدرة المستهلكة في المقاومة 4 تساوي 25 واط يعني شايفين المقاومة 4 هيا قدرة المقاومة 4 شو تساوي 25 واط ممتاز فان القدرة المستهلكة في المقاومة 2 اوم جديش شوف كيف السؤال منطقي شو القدرة المستهلكة في المقاومة 2 اوم يعني انا بدي القدرة المستهلكة هون انا بعرف القدرة المستهلكة هون القدرة المستهلكة هون القدرة المستهلكة هون 25 واط طب كم القدرة المستهلكة هون ما بنعرف شو بدو القدرة المستهلكة في المقاومة 2 انتوا هست عارفين القوانين التيار اللي مارف 2 ضرب الجهد 2 صح ايضا التيار اللي مارف 2 تربيع ضرب مقاومة 2 صح خلص بدون تربيع نعم ايضا الجهد اللي مار في اثنين تربيع على مقدار مقاومة اثنين طيب شو بدي استفيد من هذا الحكي اوكي يلا كمان يا استرموعة اتحفنا والله يشوف انت بدك تشوف شو الاشياء الموجودة معك وتستفيد منها انا عند الباور للمقاومة الرابعة طيب اذا الباور معي 25 للمقاومة الرابعة بدي والمقدار المقاومة معي اربعة فبدي استخدم قانون في مقاومة انا عارف القوانون قوانين اي في مليش مصلحة لانو التيار مجهول والجهد مجهول مليش مصلحة طيب نشوف في تربيع على ار تزبط واي تربيع على ار تزبط ليش لانو معي ار ومعي باور فبقدر اطلحهم طالح شو صار اعتبر يا عمي خلاص اعتبر خضر قانون اي تربيع ضرب ار هسا اي تربيع مجهولة قداش الار يا حلوين هيها الار اربعة على اربعة على اربعة فيصير التيار اللي مار في القدرة اربعة في المقاومة اربعة جديش والله يا استاد معال تيار تربيع عبارة عن خمسة عشرين عربعة شير التربية وزع الجدر خمسة عثنين جديش اثنين ونص امبير هسا اوكي يعني انت عرفت انو التيار اللي مار هون جديش اثنين ونص امبير بس تعرف انو انت شغلك هذا ما فادك ولا قدمك خطوة ولا عامل اشي ما شو بتك بالتيار انت ما استفدتش لانو التيار اللي مش عندك فلضي وقتك انت اكون حدق هذول اثنين عالتوازي اذا هما عالتوازي معناته خلص انا مقمض عيني لهما نفس الجهل يعني اذا طلعت جود المقاومة اربعة بطلع جود المقاومة اثنين فبحكي جود المقاومة اثنين معي ومخدر مقاومة اثنين معي بطلع البور ارتبتها هاي الحداجة فبقدر احكي خلص مش هاي خمسة عشرين يساوي في تربيع على ار كان الار اربعة طيب خلص ضرب تبادلي بسير في تربيع تساوي اربعة ضرب خمسة عشرين مية جذر للطرفين بيطلع الجهد شو عبارة عبارة عن عشرة فولت بس بيطلع جهد هاي المقاومة عشرة فولت معناته جهد المقاومة الثانية مية بالمية عشرة فولت يعني هاي شيف المقاومة الرقم هاي مقاومة اثنين اوم جهدها نفس مقاومة نفس جهد الاربعة اوم ليش توازي وعلى التوازي ينسخ الجهد يعني جهد هاي قديش عشرة وجهد هاي عشرة يعطيك العافية فخلص استخدم هذا القانون يا سيدي تعال ليش لان تعال بدي قدرة المقاومة الثانية صح مقاومة اثنين اوم جهد هاي معي عشرة فولت عشرة تربيع نية مقدارها قداش مقاومة اثنين اوم فصارت مية اثنين خمسين واك بس الله يعطيك العافية هاي الاجابة بكل بساطة طيب ليش انا ما استفدتش من التيار لاني اذا بدي اطلع تيار هاي يعني اقول لك شغلة مش انت طلعته التيار قبل شوي وطلع معاك اثنين ونص طب هي التيار اثنين ونص انا شو استفدت انا لحس اشوف اذا اقول لك شغلة لو كانت هاي اربعة اوم هاي اربعة اوم بقدر حكي خلاص التيار اللي مارهون نفس التيار وخلصت بس هما مش متساويين فانت راح تواجه مشكلتين البنبلة فدور دائما على الخصائص اللي بيناتهم اللي فيها التساوي وريح راسك نشوف السؤال اللي بعدين مصباح مكتوب عليه خمسة وعشرين واط وعشرة فولت يعني هاي قدرة وهاي جهد ممتاز فبعرف اني بقدر اطلع ار و اي وانا مغمض يعني تم توصيله مع مصدر فرق جهد طب حس اشوف هذا المصباح انا بدي اوصده مع مصدر فرق جهد اربعين فولت ممتاز يعني انا عندي مصباح اعتبره على شكل مقاوم هايو وصلته مع مصدر جهد هيك تمام هذا المصباح انا ما بعرف ايش عنه لسه بس بعرف جهده وقدرته بس طيب الان انت وصلته مع مصدر جهد قديش ثلاثين واط طيب انت بتعرفش عن ايش بخص هذا المصباح فمبدئيا من باب الاحتياج طلع الار تبعته طيب كيف دي طلع الار تبعته انا بعرف الفور للمصباح عبارة عن في تربيع على ار صح فبسير الار لما تحط مضوع قانون في تربيع على قدش في تربيع عشرة تربيع مية على قدش البور خمس وعشرين مية خمس وعشرين فيها اربعة اوم يعني قدش طلعت هون مقاومة هذا المصباح اربعة اوم شكرا اليك يلا شوف شو بده ما المقاومة التي يجب ان توصل مع المصباح حتى لا يتلف شو قصده شو المقاومة اللي لازم انت توصلها مع المصباح عشان ما يتلف هسا الطالب احتار بيقول لك استاذ كيف يعني لا يتلف انا مش فاهم هسا هاد المصباح قدش الجهد تبعه طالب بيقول لك هون قدرته خمس وعشرين جهده عشرة فولت صح طيب يعني هو شو بيتحمل هو بس بيتحمل جهد قدش عشرة فولت بس طب شو الحل هسا انت موصله مع بطارية قدش جهدها ثلاثين فولت هسا مش الاصل المقاومة شوف افهمك يا كيف انت تعتبر شاحنك ميتان وعشرين فولت وقلت لك روح على امن امريكيا حط الشاحن يعني على بريز الكهربا في امريكيا الي اعتبر كان فرق الجهد في ب غريز الكهرباء في امريكيا 300 فولت هسا الشاحنك بدي ينسخ جهرة 300 ما بيقدر بينحرك لانو هو ميتان وعشرين حدو الأقصى نفس الشي هذا اللي مصباح مكتب عليه 10 فولت يعني غريحم وخلص بينسخ للحد製 10 فولت اعلى من 10 ما بينحرك فانا هسا كيف بدي احافظ عليه با حيت انو ما يتلف يعني شو الحل عشان اقدر احافظ عليه با حيت انو ما ينحرك بدا بدى فكر بدا فكر بدا فكر بدا فكر معناته لازم اقلل الجهد اللي بيتعرض الى هذا المصباح هسه هو ده حطيته زي هيك على التوازي راح ينحرق بتعرف ليش راح ينحرق يا استاد معار؟ لانه بكل بساطة وبكل سلاسة راح ينحرق راح يا استاد طلع ركز مزبوط الاربع اوم هذا المقاومة او المصباح ينسخ جهد البطارية بدي ينسخ الثلاثين لما يصل لعشرة هو قاعد بدي ينسخ الثلاثين بدي ينحرق بيقول لك انا ما اتحمل هاي قدرتي فهسه عشان ما يطلب المصباح بنا نوصل معه مقاومة ثانية عشان اوزع الجهد بيناتهم شوفت كيف؟ عشان اوزع الجهد بيناتهم بدل ما الثلاثين بولت ينسخ لهاي المقاومة وتنحرق لأ اعطيه اوزع توزيع مثلا روح لها عشرة هديك روح لها عشتين عادي مش مشكلة هاي الفكرة اكيد بدي ابعد عن فكرة التوازي لانه التوازي ينسخ الجهد ابعد عن فكرة التوازي يعني هون بتقول لي قابدك توصل اربعة اوم على التوازي زيها راح ينسخ الجهد يا أستاذياتيك راح انت محلتش المشكلة انت هون حرقت هاي كران عشرة هاي ثلاثين لانه نسخ طيب لعن شو العشت الحال طيب بدي اوصل ثمانية اوم على التوازي كمان نفس المشكلة اوOSE مع التوازي EenSignal حليت المشكلة فأنا ببعد عن خيارات من التوازن لانه التوازن ينسخ الجهود يعني ببعد عن هذا الخيار ببعد عن هذا الخيار الفكرة اني انا جهد مصباحي عشرة فبدي ايش لما يتوزع عليه يصلوا اشياء اقل من عشرة بيزبطش يعني مثلا ان يصلوا عشرين بين حرك وبيزبطش انه ينسخ جهد البطارية لانها ثلاثين فراح ينحرك هاي الفكرة لسعب قلت لي لو كان من ضمن الحلول اعطينا حلول مقترحة ضمن البطارية ارج forge 10 فولت قدها او عادي نجرب نشبك اربعة اوم على التواليYe اذا انت شبكتها اربعة اوم هذا المصباح اليحاط wünدي افني ا Bonus اجرب أكت الذي اضمن الن khác الاية اللي شنوق القي Goodnight من المصباح ثاني اربعة اوم ان الن مستخدم اعتذر بابطريicer TelevHe نعم طب هالساعة 30 فولت يا أستاذ التراشل رح تتوزع فمصباح اللي حطه هون رح يروح له 15 فولت وهذا المصباح 15 فولت هيك انحرق ليش انحرق يا أستاذ معاد لانه اطلع انت اعطيته جهد اعلى من جهد المسموح ياخده ل 10 فولت اعطيته 15 فولت انحرق طب شو الحال يا أستاذ معاد هيك معناته هذا الخيار 100 بالمية غلط باستثنين ابو اربعة عوام ان يكون زيه بدي اشوف خيار الف وهو 100 بالمية الصح اكيد 100 بالمية تريو حل بالعين اصلا انجيت للصح لانك انت بدك تيجي تطلع اشبك لي واحدة ثمانية عوام عالتوالي يعني تعال هالسؤال هاي مقاومتي الاربع عوام المصباح اللي انا بدي اعدي اجيب مصباح ثاني ثمانية عوام وداشبكهم مع نفس البطارية يلا ثلاثين فولت صح ولا لا لاحظ انه يا حبيبي يا روح يا قلبي المقاومة القليلة رح تاخد جهد ايش قليل الآن بتشوف الدليل ولكن ليس الجهد وهو التيار نفسه التيار اللي مرت فيهم نفسه احسب التيار التيار الكلي عبارة عن ايش عبارة عن الجهد الكلي على على ارتوتر صح الجهد الكلي تلاثين وولت لم يعدن مشكله طب والآرتوتر غادة 6 ؒ 5 قوة 9 ، Нет 5 ثم 20 5 ثم 20 3 الظ�이 3 الظاهر 4x За 2 5 4 قمتها قديش اربعة قديش صار جهد عشرة فولت ممتاز يعني هاي قديش اخذت جهد يا استادي اخذت عشرة فولت طب منطقيا منطقيا انت ثلاثين اعطيت هذا عشرة شو بيظل هاي بيظل عشرين فولت طب الدليل اكلامي عادي جهد هاي عبارة عن التيار اللي مار فيها اثنين ونص ضرب مقدار المقاومة ثمانية اثنين ونص ضرب ثمانية عشرين فولت هل يحترق المصباح هيك لا ليش لانه نسخ جهد عشرة يعني شوف متى يتلف المصباح او بيحترق لم ينسخ جهد اعلى من الجهد المسموح له هو مكتوب عليه عشرة فولت معناه لا تعطيه جهد اعلى من العشرة من الاخر فاحنا هون اعطينا هون اعطينا على التوازي عطينا ثلاثين فولت لانه ينسخ لما اجينا هون اربعة اوم اعطينا خمستاشر فولت فلغيت هاي الخيار طب لما جينا على فرع الف جربنا اه فرع الف قديش عطينا عشرة مسموح تعطيه عشرة واقل لانه هيك كاتب لك فهاي فكرة سؤال هيك خبيثة لطيفة خفيفة بتعتمد على فكرة المفاهيم بتقدر انت بعينك تحله بتقدر بدون ما تعمل اي يعني اي فيزيائيات خلص على التوازي رح ينسخ ما بزبط على التوازي رح ينسخ ما بزبط طب اذا قدوا اربعة اوم رح يتوزع الجهد بالتساوي مش هو الجهد ثلاثين فولت اللي موجود عندي فرح توزع هات خمستاش اوات خمستاش بزبطش فاكيد الخيار الوحيد هون هي الف بس الله يعطيكم العافية الان نشوف سؤال رقم سبعة عشر الان بما يخص هذا السؤال فكرته فكرة وزرية وردت سابقا لكن من باب التأكيد من باب التأكيد على السؤال السابق برده كذر هذا السؤال فكرته وردت اكثر من مرة في مفاهيمه كيف يعني يعني انا اكثر من مرة خلال شرحي وضحت لك فكرة نسخ الجهد يعني هذا السؤال مرتب واتوقع كثير لطيف وكثير مرتب فكرة بصراحة مشكلة الطلاب رح يقول يجرب 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 لحد ما تطلع فانا عطرتكم طريقة سريعة في العين دوم يجرب توازي توازي بينسخ ملك مصلحة توالي من نفس مقداره ملك مصلحة لان رح توزع الجهد بالتساوي في الثلاثين بتوزع خمستاش خمستاش ففكرة انه الف هي الفرع الوحيد اللي ممكن والمحتمل صراحة ان هالا افضل اجابة حبيت تتأكد رح جربه رياضيا بيزبط معك يا جماعة الخير الموضوع مفاهيم قلت لك معك شاحن الف فولت هسا لما تروح مثلا ايه سيدي ميتان عشرين فولت معناته انه حد الاقصى ميتان عشرين فولت انه لا تعرضوا اكثر من ميتان عشرين فولت بتعرضوا اكثر بين حرك ضلك اقل عادي هاي هي الفكرة هاي المقاومة سؤال يعني بقول لك طلع مقاومة المكافأة ولاحظ انه مش معطيك الارقام فهو بقول لك قدر لي تقدير المكافأة تبعتهم رح تكون اصغر من خمسة اكبر من خمسة بين الواحد اثنين بين اثنين وثلاث بس هاي فكرة التقديري يعطيك العافية طب نحسب المقاومة مكافأة يا استاذ عالفي سؤال الوزارة يحسب مقاومة مكافأة هون في اقضاء لاحظ انه توزأ يعني هذول الثنتين على التوالي صح ممتاز يعني طلع كيف صار الرسمة صار الزهيكة ممتاز هاي التحد زي هيكة مقرب منهاش صح خلص هاي بي في مشكلة لا في مشكلة لا لاحظ معي هاي وهاي على التوالي جمع اثنين ار صاروا يعني اعتبر زي هي اعتبر زي هيكة لأ عشان ما ننسى هسا مش في عندك واحدة بالنص خلي هزا ما هي لتقرب الهاش هاي اثنين ار هذول الثنتين جمعناهم صاروا اثنين ار صح ممتاز هاي جمعناهم صاروا اثنين ار وفي واحدة تحت ما يقرب منهاش اشي طيب لاحظ معي يا عزيزي الطالب انه انت عندك بين عقدتين اتفرجوا ولتموا هون صح؟ يعني هاي وهاي على التوازي هاي وهاي على التوازي هاي وهاي على التوازي التيار تفرى على تفرى ولتموا هون صح؟ طب هاي ليش متموحهم؟ لا هاي مش محهم ركز مزبوط التوازي دايما بيجي عقدة فتحت وسكرت من الاخر فبدك تحسب التوازي الهم طب رح تحكي لي واحد على ار المكافئ لهم هذول الاثنين بس مش الكلية الهم اثنين هذول بس عبارة عن واحد عثنين ار زاد واحد عثنين ار صح؟ فش بتطلع اثنين عثنين ار شو بتطلع ار المكافئ لهم؟ مقلوبها اثنين عثنين ار يعني اثنين ار عثنين وهي ار يعني بيطلع لي اشطب هاي و اشطب هاي وحط مكانهم بس ار في مشكلة؟ لا والله يوصد مية بالمية طيب يلا نشطبهم ونحط مكانهم ار بس يعطيك العثنين بس هاي ار شفتوا كيف؟ نعم بنتفقين حتى الآن؟ نعم يوصد مها طبعا احنا عارفين هاي واحد ار ما قررنا لها وهاي اثنين ار ما قررنا لها ما بيطلع كتيش يتحكي لهذه التوالي لانه فيه تفرع انتبه الآن بلش تيار ماشا 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 اه ماشا نفس التيار عليهم يعني الثنتين هذول على التوالي يعني بيطلع لي هذول الثنتين اشيله وحط واحدة مكافئ لهم التوالي جمع ار و ار اثنين ار يعطيك العافية خلاص خلاص يا عمي يعطيك العافية خلاص فرطة المسألة الاصل امن الطالب يعطيك العافية يعني وصلنا مرحلة جيدة في المعادلة في الدارة خليني امسح هذا الحاكل اللي خلصت منه ما بدي اياه خلاص لاحظ انه انا عندي واحد واثنين ارعى التوازي صح كثرة افتساد هايو واضح بالرسمة يلا يا حلو شكله بطل زعلان بطل يمسح طبعا هذول الثنتين طلع شو اللي صار اللي صار انه في عندك تيار توزع 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 وتجمع هون صح يعني واحد واثنين ارعى التوازي يحسب لي مكافئتهم هذولا هاي مكافئتهم هما الصناع الشيطان هم الظوائدة الاول واحد عا واحد زاعد الثاني واحد هثنين ار طيب مقامات اكيد راح تقول لي ضرب اثنين ار ضرب اثنين ار وحدنا مقامات سار المقام هاذو المقام هاذ نفس وهي اثنين ار وفوق شو صار اثنين ار زاعد واحد تمام هس عدما شب樹mpدك دك ار المكافئة اللي هم هي اثنين ر gevزاعد واحد يعني بيطلع لي اشيل هذا المحترم اشيل هذا المحترم احط مكانهم اثنين ار عثنين ار زائد واحد طيب يلا نشيلهم وحط مكانهم المكافئ لهم اللي هي قديش اثنين ار عثنين ار زائد واحد هسا وصلت ال ار توتل خلاص ضل اخر شي شو هو ثنتين على التوالي جميع صح ولا لا يلا يا جميل طبعا هذا عمل بلبل بتذكر سؤال للطلاب لانه احتار هسا هون مش مشكلة للطلاب كانت المشكلة سبنا نحكي عنها ار توتل كونهم على التوالي رح يكون اثنين زائد هاي الكمية صح قديش هاي الكمية اثنين ار عثنين ار زائد واحد هسا هاي ال ار توتل اللي وصلنا لها والسان انا كيف بحديد اتفضل ما بقدر احدد الموضوع بسيط وسهل جدا انا بعرف ان الار توتل مية بالمية هي اكبر من واحد مية بالمية هي اكبر من واحد لانه اثنين زائد اشي صح اثنين زائد شو ما كان الرقم هون اكيد مئة بالمية هي اكبر من واحد وأكبر من اثنين شوف كيف؟ عرف كيف عرفت كيف? متأكد 100% انه الار توتال هون اكبر من اثنين الدليل على كلامي هيو اثنين زائد كمية مستحيل هاي الكمية تطلع سالب مستحيل رح تطلع اما عدر صغير او عدر كبير منشوف هالسا بس الفكرة ان اثنين زائد اشي هذا الاشي ما بيهمني المهم انها اكبر من اثنين صح نعم فلذلك يستحيل علميا انها يكون بين الواحد و اثنين مستحيل انا اكبر من اثنين هيو اثنين زائد اشي صح ولا لا اثنين زائد بطيخة شما ما شما كان يعني انت اثنين و اشي او اثنين واكبر انت اكبر من اثنين ومستحيل انه اصغر من خمسة طب ليش لانه ممكن يا استادي اصغر من خمسة هي تشمل بمعناها الواحد تشمل الاربعة اسمع تسمع تشمل جميع الاعداد من الخمسة للفوق السفر وصلت يعني تشمل الواحد يعني مستحيل انا نقولك لا امي من اثنين واطلع صح فصفت اما الخيار هذا و اما الخيار هذا واحدة من الثنتين ما منعرف ممكن طالبي يجي يقولي طبي استادي ممكن تكون اكبر من خمسة لانه ممكن يكون هادا عدد كبير فاثنين زائد عدد كبير هي اكبر من خمسة و ممكن طالبي بقولي لا ممكن تكون هادا عدد صغير فاثنين زائد عدد صغير هي سارو اثنين اثنين ثلاث سالاتة ربعة الطلاب رح يختاروا هاي وهذا الاشي غرط صراحة طب ليش غرط انا احكي لكم ليش اسمع صلوا عن النبي اربعة عستة شو بيطلع عدد اصغر من واحد ستة عثمانية ما يظافر للفيديدので عدد أزعى من واحد عشرة عثمعاش عدد أزعى من واحد يعني دائما إذا كان البست أصغر من المقام رح يطلع الناتج أصغر من واحد پاستنا فهون شو شايفين البست تنين قار المقام تنين Republicans زعيد واحد يعني دائما المقام هون أكبر من البست يعني هون إجا البست صغير ومقام كبير يعني مية بالمية هذا العدد ها الكمية رح تطلع شو؟ اقل من واحد مية بالمية بصا مقام البص REAL صغر من مقام معناته مية بالمية اقل من واحد فثنين زاعد عدد اقل من واحد مية بالمية رح تاجي بين الاثنين وثلاث يعني الآية زاعد اربعة بالعشر الثنين فاصل بوضح ثنين زاعت خمسة Landes N 2 فاصة خمسه ثنين زاعت ستين بالمية Th2.60 اتنين فاصة ستين عادل مش Eco طف أستاذ ما حطف KIASIDI انت افترض اي رقم الار اي رقم الار تابعت افترد اي رقم الار فهو شوف هي واضح لو كانت هون اثنين ار نحكي بس نفس المقام بس هون طلع المقام زائد واحد يعني هو صار اكبر من البسط فلما يكون المقام اكبر من البسط معناته يكون العدد اصغر من واحد جرب سبعة عثمانية اصغر من واحد تسعة عشرة اصغر من واحد واحد اربعة اصغر من واحد فاذن الاجابة المنطقية الوحيدة هون عن مين فرعبه بس انه يقع بين اثنين والثلاث ممكن يجي طلاب تقول لي طب ما هي يحقق اصغر من خمسة نعم بس هاي كلمة اصغر من خمسة بتشمل شغلة بتعرف شو هي بتشمل انه ممكن يكون واحد لان الواحد اصغر من خمسة لانه مستحيل يكون واحد هو جاي بين اثنين والثلاث هاي اشمل اشي ممكن يكون موجود بس تمام يا جماعتي تمام مية بالمية استاذي وسؤالنا الاخير اللطيف الخفيف البسيط بطارية قوتها الدافعة ايكوسان ولها مقاومة داخلية طيب انا عندي بطارية لها ايكوسان ولها مقاومة داخلية فشو بسألك لكي يصبح فرق الجهد بين الطرفيها اكبر من قوتها الدافعة انت بدك فرق الجهد بين الطرفين اكبر من القوة الدافعة صح؟ طيب لكي تقارب بناتهم لازم تعرف شو فرق الجهد بين الطرفين البطارية عبارة عن شو؟ والله يا استاذ معاد ما نعرف طيب شو بدي اترش بيقول لك هون؟ فرق الجهد بين الطرفيها اكبر من قوتها الدافعة متى؟ انجرب توصيل مقاومة خارجية كبيرة حسا اذا انت وصلت مقاومة خارجية كبيرة هذا الموضوع ملوش علاقة واذا وصلت انت مقاومة خارجية صغيرة كمان هذا الموضوع ملوش علاقة طب ليش ملوش علاقة؟ لانه بكل بساطة يعني المقاومة الداخلية ملعش علاقة بفكرة الجهد انا نقول لكم شو قصده تعالوا نجرب انوصل مقاومة كبيرة تعالوا شوي اعتبر ار اعتبرها صغيرة بلش يلا احسب لي فرق الجهد بين الطرفين البطارية كونك ماشي مع التيار رح يطلع ايكوسان ناقص اي ار لاحظ معي طلع شو صار يا استادي ركز مزبوط على كلامي طلع هون فرق الجهد دائما اصغر من ايكوسان دائما اصغر من ايكوسان تعرف ليش دائما اصغر من ايكوسان كانت ار كبيرة كانت ار صغيرة هذا يؤثر بشغلة واحدة شو هي الاي كانت ار كبيرة الار كانت ار كبيرة الاي تطلع صغيرة فهون الفرق بس انه انت بتلعب بهذا الرقم بس يا بتخلي هذا الرقم كبير يا بتخلي هذا الرقم صغير هسا سواء كان هذا الرقم كبير او كان هذا الرقم صغير رح ينطرح من من فمعناته 100 بالمية فرق الجول بين الطرفين البطارية راح يكون دائما اصغر من الايكوسان يعني افترض اي رقم من الايكوسان مثلا 40 فولت صح هسا 100 بالمية راح ينطرح من 40 رقم ممكن ينطرح نص حطت مقاومة كبيرة طيار صغير ينطرح ادر صغير صح ينطرح اشي يا سيد لو ينطرح 1 بالعشرة هاي صارت فرق الجول بين الطرف البطارية 39 فاصل ساعة طلع اصغر من الايكوسان لا انا شو بدي اياها انا بدي اياها اكبر ما تبدي اياها اكبر ما تبدي مستحيل تزبط هاي مستحيل تزبط شو ما كان نوع المقاومة اللي وصلتها مقاومة كبيرة او مقاومة صغيرة بس بتلعب بالتيار اللعبت بالتيار بس بتلعب بالكمية اللي راح تترحها من ايكوسان يعني هيك هيك راح يطلع الايكوسان اكبر فما زبط معاي صراحتا يعني هون ما زبط بقول له منعتذر منك ما زبط طب معناته يا أستاذي شو الحل هسا يلا انقذنا ما زبطت لا فرع الاف ولا فرع با عجع البطارية هاي البطارية وكان في Ecosan وكان في R يعني لا ضبط فرع ألف ولا ضبط فرع باء طيب نشوف أن يدخل التيار أن يخرج التيار من قطبها الموجب يعني كون التيار ماشي هيك كون التيار ماشي هيك صح التيار مش ماشي هيك طيب حسب لي فرق الجهد بين أطرافها البطارية رح يطلع Ecosan كونك طلعت من طراف البطارية الموجب ناقص IR صح؟ نعم يا أستاذ موعد تمام رجعنا نفس القصة انه دايما نطرح منها اي ار فتطلع فرق الجود اصغر بزبطش طب نجرب ان يدخل التيار من قطبها اه كاني انا مكنل الخيارات صراحة لا لا مش مكنل سوري 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 فكرت ان يخرج ان يدخل التيار من قطبها الموجب شوفوا كيف التيار من وان داخل من القطب الموجب من وان داخل مسامع من القطب الموجب تعال شوف شو بصير طيب التيار قبل شو يكون نرسمين وهيك داخل صح؟ حسنا بدي عمله هيك داخل من قطب الموجب نعم حسنا مش هو هيك التيار ماشي يلا امشي مع التيار فرق الجود بين الطرفين مقاومة البطارية عباران اطلقت من طرف البطارية السالب نعم يا سيد معاد اه نعم صح كلامك سالب يكوسامب وانت حضرتك ماشي مع مين؟ اركز مزبوط انت حضرتك ماشي اقول لك شغلة شوي لا اسمع خليك اسمع اسمع بدش يلعني احباي لك خلي مش انت قام بشي تمشي من نقطة الا نقطة نعم مش انت قابل شوي لما كنت ماشي مع التيار زي هيكة retomb اعتبرindustria نقط lob song video قوم unacceptable يعني اعتبر هي النقطة وهي النقطة عشان نازع لك اعتار هين نقطتين في مشكلة نعم هي من اي لبي واعتبر فرق الجهد بين الطرفين البطارية هو جهدك لما تمشي من امشي ايلاوين لبي ممتاز في مشكلة لا مية بالمية اتفضل معي لما تمشي من ايلا بي موجب ايكوسان ناقص اي ار لانك ماشي مع التيار فطلع ايش طلعت الايكوسان ناقص منها اي ار فطلع فرق الجود اصغر من ايكوسان مية بالمية فما زبطت هاي الشغلة معي فقلت يا استاد معناتو بدنا نعدل اي شي فهم بيقول لك لا انا بدي التيار شو ما له بدي التيار يدخل من قطب هالموجب يلا هم 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 ه فحان فرق الجود بين بطرق الباطرية اك برويا اكبر من ايكو نتعب شفت كيف يvey لما يدخل قطب البطارية الموجبة الجاه injad غالبا ببطارية اكبر منها هذا وهي كيف تحييب التيار قلنا هالحساب فرق الجهر بين النقطتين فرق الجهر بين البطارية يا استادي يوجب ECOn كونك سعت من طرف البطارية يوجد IR لانك امجز التيار مجيب مستطيع لانك موجب التيار هنا شي صار صار فرق الجهر بين طرف البطارية عبارة عن ECOn يعني انا صرت اكبر من ECOn يعني لو كانت ال ECOn 40 و الاشي الثاني 5 خلص انا صرت 45 فرق الجهد بين الطرفي البطارية قبل شو كان 40 نقص 35 كان دايما فرق الجهد بين الطرفي البطارية اصغر 35 والإيكوسان 40 حسنا صارت الآية بالعكس عكس قطب البطارية فإذا الإجابة المنطقية الوحيدة أن يدخل التيار من قطبها الموجب لأنه فرق جهد الطرفي البطارية إيكوسان زائد آي آر وأنا أثبت لكم هذا الاشي كيف من خلال فكرة العبور اللي أخذناها أصلا سابقا والموضوع مش بصم الموضوع بالتجريب فيزيائيا عادي جدا تمام؟ تمام هيك منكون خلصنا القسم الأخير من ندرب نفسك الله يعطيكم الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته